أيوا يا جيت ولا بدوي؟ عيوا يا باشا انت أحاطت لي كم معل ROB السكر هنا الا اتنين يا باشا أنا بشرب باتنين؟ لا تلاتة يا باشا يجري هاتم معلقة أجري بس كده عنيا مييدا؟ ايزاك أبو رحاب؟ ما نعم ألف سلامة لكم الك ما نبخص تفضل تفضل ايزاك يا عادل؟ اييه اللي حصال لك يا بو رحاب؟ يقول لك يا عادل ما تعرف ليش سكة عيطة البلطجية؟ ليه؟ عايزهم يضربوك تاني ولا إيه؟ وأنا مش هشيك حق يعني مش هشيك حق ولازم أنزل أتخانق تاني أيوا بس يعني أبو رحاب متهقل يستنى لغاية أن ما تخف شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب يعني تتضرب على ميا بيضا آه أنا أبو رحاب على سنة وروف يتعمل كده فيه ويحصلي ده؟ إيه اللي حصلك بس أبو رحاب؟ آه يا أبو رباب آه أبو رباب أخوك؟ نفو يا أبو رباب هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل ماد يتبقى في حياتك حياتك الباقي والله أنا معرفش أنا لو كنت أعرف كنت جيت على الزيت يعني وهو كان عيان ولا إيه؟ صحيته كان الزيت بوم شاب في سنة كده وعنده بنت سنها من سن بنتك كاسمين وكان أحد في أمان الله مع أم وقته ومراته وحماته وقت مراته وهب طب ماد طب استأذن أنا بقى مرحب تستأذن إيه؟ ما كملت لكش؟ أصلي بقى ده ساب ورثة كبير أبو الورثة ده كله واحد ليه قرش فيه قاعد يعضف أخوك وفي الآخر جهه أبو إهاب عض في الكل أبو إهاب عض في الكل؟ طب وإنت عملت إيه؟ ما يرحب ما شكتلش عضت في إهاب وإهاب ما شكتش أه عض في المرحاب أليس مرحب أنا بقى مشكتش أنا راف آه وإنت برضو عضت فيه بس عضت إيه؟ إنت واضح إن إنت اللي خدت عض ما نحقتش تحد بقى 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 أنا مخدش عض أنا كن قصدي كله الظلح وخلاش كنا هنصلح ونبقى كويسين جهت أمي الحاب عضت أمي رباب الدنيا والععد راح الجابة أخوها أبو خالد عض فينا كلنا ايه العيلة اللي تسعر دي؟ عادل دولة 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 حبيبي عادل عادل دولة أنت مستجنة لي يا دولة رامزي رامزي سيبني دلوقت خالص عشان عمال أفكر في موضوع كبير طب حس إنه كبير بقى يا دولة فممكن يسعن أنا وإنت يا ابنة أنا بفكر في موضوع كبير مش فقودة نوم تسعن إحنا الاتنين سيبني يا رامزي لو سمعت طيب خلي بالك بقى يا دولة لأن انت بتتصرف ساعات غلط والغلط دوان ممكن يقلب بأخطاء ولا يا رامزي ابعد عني الساعات يعني انت لا بتفكر ولا عايز سيبني فكر طب دولة أنا يعني كنت عايز حاجة منك يعني بس يا ريت تبقى بيني وبينك سر سر؟ انت عندك أسرار يا رامزي قولي يا ابنة قولي أي سر انت عايزه سرك في بير أنا ابن عمك كنت محتاج منك ألف جني سنف ولا كأنس مات حاجة سرك في بير ما تقلقش ألف جنيه إيه اللي انت عايزهم يا دا صايا؟ تعمل بيهم إيه الألف جنيه؟ يا دولة أنا بقى عايز أعمل عمليه في عناي علشان أشوف بيها من غير النضارة دي آآ يعني انت متداق من النضارة انت بتشوف كويس من النضارة؟ آآ طيب عايز تغير ليه النضارة يا ابني بطل طمع بقى يا رامزي بطل طمع يعني يا دولة يعني هو الإنسان هياخد إيه يعني في دنيته دي أنا ولا هيسيب وراء إيه يعني؟ يا رامزي انت مسيت الوطر يا ابني أكيد من غير ما تقصد فعلا الإنسان هياخد معا إيه؟ رامزي عايز أسألك سؤال مهم جدا وفكر قبل ما ترد على طول يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني ان شاء الله انت لقيتني موت بعد الشر عليك يا دولة انت لو موتت أنا مش هصحى يا سلام يا سلام قصيلي هذا رامزي طبعا مش هتصحى من الزعل علي طبعا لا يا دولة لأن انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البازار والزفت ده البازار والزفت البازار والزفت ناشى يا رامزي طيب يعني عموما صحيت ما انت مش معقولة هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك أكيد هتتهبب تصحى صحيت تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه يوووووووووها خدي يا عم عندك أول حاجة يا دولة رانيا مراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدة على السرير علشان انت نمك كله ترفيس وين السناء هتقوم طردى بقى أمك و 2018 لها تخليها تنام عند رانيا علشان أمك نمها كله ترفيس ممم.. نم أمي كمان كله ترفيس ماشي ماشي أنا مش عايز أتكلم معك مش عايز أتكلم معك يا رامزي خلاص اللي يا دولة? لأن كلامك كله ترفيس بعد عنا يا رمزي طيب دولة انت ما سألتنيش يا عم بقى أمك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ وانت خلاص قسمتها يا ابني أمي هتنام في السرير لوحدها لا يا دولة أمك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز السد الكبير يا دين هتقوم متجوزها وتشرط بقى البت ياسمين وتطرد رانيا امرتك دي يا نورانيا هتقوم جاية هنا في البزار وتقوم ترداني بره بس انا يا معلم مش هسكت لها ما تزعلش يا دولة لا ازعل ليه مانا بعد ما موت اكيد ده مش هتبقى امراتي يعني عادي بالزابط هقوم بقى جاي برانيا دي من شعرها كده في البزار وبنتك سياسمين دي كده من شعرها وطعوا بره وهقوم بقى جاي بأمي بقى هنا هو انتقعد مكانك في البزار يا دولة طيب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولة زي ما انا انضى في البزار امي تهزقني يعني الشر اللي انت حملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمتون في البزار كده يخرب بيتك يا دولة يا دولة القناعة كنز لا ينفذ لا ينفذ انا اللي غلطان ان بفتح اي موضيع معاك يا انهار ابيض زك الرمزي لاه بل بيفكر بالشكل ده ومال المصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده دولة انا عندي فكيرة اقولها لك لا ما تقولش عناية حاضرة يا دولة اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت اتوصى بيهم اعمل لهم ايه انا ازل لهم سلطات زيادة اعني يا عم بقى افهم بقى اه انا ااسف انا غابي انا ااسف اتفضل بحضرتك فهمني ايه يا خدولة اتوصى ديان يا دولة يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك يعني يعني كل واحدة هي هتاخد ايه؟ خربيتك اه قصدك الوصية الوصية ايه يا عم بقى الوصية ديان المسلسل كان بيجي في التلفزيون هدول ابتاقى احمد عبدالعزيز واخته الكبيرة لبنى عبدالعزيز ايوه صح دول اخوات بقى محمود عبدالعزيز ولاد الحج عبدالعزيز يا جماعة انا جميعكم النهاردة عشان اقولكم ان الاعمار بيد الله يا سلام ومن امت عرفت المعلومة دي؟ انا اقصد يعني اقول ان محدش ده من يعيش لبكرة يا بيبي ما تقدرش تقول كده لان المعادلة الرياضية بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسية ايوه بس الرياضة عمرها ما بتطور العمر المهم يا حبيبي انك دميرك الحي يبقى صحي على طول وتحط راسك على المخدة وتنام على طول ايوه ما المشكلة بقى فنام على طول دي نلموت طبعا علينا حقيا ده وضع طبيعي وده اللي انا عايز اقولهلكو يعني بعد الشر علينا كلنا ليه بتجيب السيرة دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطة يعني الكلام ده موجه ليك يا ماجيدة الحي بقى يلا قومي كفرعا بعض من زنوبك يا انت عايزها تقوم تعمل ايه يا؟ تمد دقيتها في شغل البيت شوية ايه تمد دقيتها في شغل البيت وزنوبة تتجننتي في موجك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوة وكمان الصفحة بتاعتي بيدها وفياش نقطة سودة ولا خادشة واحدة ليه اخر مرة رشتي امتى؟ يا جماعة ارحموني بقى يا اخوانا حرم عليكم فيه ايه قطر من الموت يخليكم ما تتخنقوش مع بعض بس ما تتكوتوا خليوا رجل يعني في تكلم على ده؟ ايه عبد ده؟ شايف يا ماما عاملة فيها مؤدبة ودوا الراجل فويسة خليه ايه انا فيها اتكلم مؤكد عايزة منه مصلحة يا باي يا باي عليك يو علي ارحمي نفسك وفي السوس العمليات والفلسانك ده مش معقول بس مالكيش دعوة بنت هيها بتتكلم صح؟ خلص انا بقى مش اي الحاجة وانتو الخسرانين اه خسرانين ليه يا عدل هو انت كنت هتقول حاجة فيها مصلحة يعني حاجة كويسة؟ طب ايه ده كده اقول تحب اعبلك شاي؟ انا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عملة تتحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزة في مصلحتها حاجة اه خلصتوا ولا لسه حد عنده اشتيمة للتاني انا مستعد يعني استنى بس اما حاجة محدش قطيعنا حد عنده حاجة؟ استنى بقى اوكي ديها واحدة انت كلبة وقاللت الأدب ومش مترباية ومش هنقطع طب استنى بس استنى علي بس ما يخلق حتشوفها اتفضل يا عدل ما حاش هيقطعك يا جماعة انا قررت اقسم صروتي قبل ما موت ليه وانت حاسني هتجيلك صروة قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى سناء مش مدخلك في الحزبة بتاعت الصروة تاسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا حبيبي يا مام الأعمار بيدي الله وده واقع يعني فالواحد عايز يزبك كل حاجة عشان ما يحصلش بينكم مشاكل حبيب قلبي احنا كلنا هنا بالحبة بعد وما نقداش نستخدم عن بعض امد وعمرنا عمرنا يا عادل ما حنعدوا ببعد انا متأكد يا سناء انتوا هتعدوا ببعد اذا كنت انتوا بتعدوا ببعد وانتوا ما حلكوش اللضة امال بقى لما يبقى عندكم بزار والشقة دي هتعملوا ايه اكيد هتعدوا هتعدوا يعني لا لا يا عادل كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجة جنب الحب اللي بيننا اللامور هو ده بقى الكنس الحقيقي اللامور ايه بس يا حماتي يعني ياريت تنسي حكاية الافلام الفرنساوي دي بانوراما فرنسية اللي بيجواها في التلفزيون لغوها خلاص عايدل بلاش تتكلم في الموضوع ده تفال وحش خالص انا دخل قطي وانا زعلانة منك وانا يا ابني بشتغل وبصف على نفسي ومش محتاجة حد هاخد منك ايه انت يا مقاشفر يا خوفي منك انت بالذاتة سناء لان انت بقى في العد عارفك زمان ما كنتش بتسيب حقك بقولك ايه سيبني روح انام انا اللي حمسك طبور الصباح الصبح في المدرسة وانت عمالتك يا عمي سيبني انام تبسك طبور الصباح ايه عيني ذا العيال مش هيروحها اكيد بقولك ايه عادل انا زعلانة منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلانة كلنا بصراحة اه اه انا كمان لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص عادل 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 انا لها الشقة ودي مش انا لها مني ولا حاجة اطلاقا انت عارف يا بيبي الشقة من حق الزوجة وده مثل شعبي معروف الشقة من حق الزوجة ده مثل شعبي ده ايه الحلاوة دي امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون بستفدتيش منها حاجة بيبي شوف بقى انا بقولك اهو انا لا يمكن اسيب حقي وحقي بنتي انا بقولك اهو ده بالنسبة للشقة اما بقى بالنسبة للبزار ودخ البزار فكله هيبقى برده ليه والبنتي اعتقد ده حق مشروع ده حق محشور وبالعافية كمان يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا شقة ولا بزار؟ انا ما قلتش كده يا ستي بس كل واحد برده لازم ياخد حق ارانية اوكي اوكي انا موافقة انا كل اللي طلبام من انك انك بس تسيب لي لجام الامور اسيب لك لجام الامور على اساس انت بقى ايه؟ مسكة لجام وراجبة وانا احمار يعني يا بيبي ارجوك يا حبيبي انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك ثم ان انا بصراحة كده عايز اقامل مستقبل مامي اقامل مستقبلها؟ اه طب ما دخل يا حقوق او تجارة على اساس ده يقامل مستقبل مستقبل ايه يا راني اصبع على خير اصبع على خير ايه؟ وبعد ما تنام بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده ان شاء الله هبقى افكر في الموضوع ده واقولك على القرار اللي انا اخدته وبعدين اللحزة بقى ان انت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلبت في الموضوع ده فهمي ده معناه ايه؟ اصبع على خير معناه انت من اهلك لا طبعا مستحيل لا اله الا الله ليه بس لا يستحيل ليه يا انيسة راني لا يحفزك يا رمزي انيسة راني بص يا مدام دلوقتي الموضوع لسه في ايدينا والحكاية كلها في ايد مين؟ في ايد امك لا جميل لعلمك مامي طموحاتها اكبر من جدك ده بكتير ايه طموحاتها ايه؟ يعني تتجاوز كونس طبل؟ مامي عندها من الجمال والجاذبية والرونق والخبرة ما يؤهلها لذلك دولا بقولك يا دولا هو كونس طبل ده يعني هو طبال بس كونس؟ كونس؟ في حد شغال كونس؟ انت اي زيتة جاي فيها وخلاص مفيش حاجة سأه انت اين لي ما عادك في وسط الحواري العائلي ده؟ طلع بره يا رمزي ايه ده ايه ده ايه ده ماشي يا دولا ماشي لما بتاعزوني بتستخدموني كدليل بعد ما بتتقدن مصلحة بترموني كمنديل ايوه بنعملك كمنديل ومنديل مهمل وكان اساسا مرمي من قبل ما نلاقيه يلا طلع بره ماشي ماشي يا دولا عموما احنا مش هنعرف ناخد قرار في الموضوع ده غير لما ناخد رأي البنت الاول رأي البنت؟ اه طي ماشي انا ممكن ااخد رأي البنت وانتي تطلعي تاخدي رأي الولد جدي ها؟ دولا بقولك يا دولا انا بقى نفسي بقى اتجاوز بقى دولا يعني انا نفسي اشوف بقى رمز الزغانطة عارف وانا نفسي ما شوفش رمزك كبير اطلع بره بره ايه دول ايه دول بقى ايه دول بقى نو نو بره 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 يا كلب انا بقى مش كويسة الديجرة دي بتاع الهايلايتس بتاعي مش مزبوط تهيقل يعني احماتي ايم زين حريمي بحيطتين جيل صغيرين كده وقى على دماغك يزبط لك الكربيراتير داي ايه دول ايه كربيراتور ده؟ مالش ما انا مش عارف انافقك يا انا حماتي يظهر الواحد عشان ينافق في البلد دي لازم يبقى معه لغات وتنفقني ليه؟ صراحة يعني يا حماتي ومن الاخر انا عايز اجوزك لجدي وابين بجيدة دي مامي يا جده بابي ياه يبقى اكيد حالوة طب وانت عايزين كب في الجوازة دي عشان بره كنت في البغرب وروحت قلت رب عايزين كب في الجوازة وهم يلا ناش جميل ولكنو زيت الدونية خلينا اتجوز الراجل العجوز ده هو انا حتجوزه ولا ابقى مماردة بتاعته لقت مرة دي ايه يعني حماتي الراجل ما شاء الله صحته والعلمك ده هو شهرين ثلاثة يتكل وانت توريسيه بقى هو عنده فلوس كتير؟ اوه ملايين بتستهبل ملايين ملايين طب اه هو حب قبل كده؟ شوف يا بتي بصي ورا وقولك الخبرة بقى يعني الحب ده عابل زي ايه والجذبة من غير بطلور الله يا صدق انا في حياتي ما سمعت التشبيه اعمق من التشبيه ده حضرتك بتشبه الحب بالجزمة والبنطلون الله الله رومانسية جده اه ما هو لازم باردك رومانسية وعلى رأي البسل خب فسة شافت عيلها بشيرة عالحيطة وقالت اهو ايه الحشرات دي؟ وانتوا مبرشكتوش ولا ايه؟ متدرجاطي؟ واكتر كمان متدرجاطي الراجل ده لف الدنيا وشاف بناته وشاف ستات لكن وقع اختياره عليك ده معناه ايه؟ عشان كده هو متمسك بيك جدا امم وهيعيشني فين بقى؟ فوق السطوع افرش لها بقى الفرشة بتاعتها وهيه هاتن فوق السطوع الفراغ جنبية وطبع تنقر. هي مين? هي مين دي اللي حتنام فوق السطوحي يا جدو؟ يا جدو? هو انت بتتكلم عن امرأة ادوني? دي مامي يا جدو؟ دي مامي دي مامي دي لازم تشالها فوق دمارك وتحسسها كده تعود انها سلطنة زمنها. سلطنة سلطنة ونجب سلطنة ونجب سivolطة ونجب سالطة ويا بيت دي مامي يا جدو مامي يا ابي وانت اخت البيت الصغارة اللي بتقعد تربح في الصلة دي كده هو رايحة جايقة وبترنك بترنك البيت الصغارة دي اتو اختها اللي هي مطك هي امك لا جميع يا حبيبي انا مسكنش غير في فيلا بدورين ويكون فيها بيسين عشان التعم بتاعي ها يكون بندسولاي كده ويكون موجود فيها شوفر يكون فيه سوفراجي يكون فيه كاماريرا ويكون فيه الخدم والحشم دول ها? اه ويكون طبعا فيه دكتور عشان لو حصل اي حاجة يعني حماتي طبعا انت بتقول فيها يا حبيبي انا حشبشبه انا حديله زهرة شبابي وانا هديها على دماغها بكاسبة اجيبة يا مين زيها جدو اللي انت بتتجلم عنها والبيت المترنك البيت المترنك اللي عمالها بتربح في الصلة دي هو رايح يتمسك ترعقاس بتاعها وعاد تلعب فيه وموازي ترعقاسه وقال لي هو رقض رفزها راسيدكور رقض رفزها راسيدكور وهيقطعه لكهربا لا يا اخويا انا مش ممكن اوافق غير لما ولادي وولاده يوافقه يا ستي بالنسبة لولادك موافقين رانيا ونجلاء هيطيروا من الفرحة بالنسبة لولاده هو بقى انا حفيده وبقولك شيل يا حماتي طب وبقى اللي اسمها انعام دي بابي حجيب لي مرتقب؟ عايز نطلع معقدة؟ حدك خلاص طبعت الوحيدك لسه حتطلعي معقدة؟ هو احنا لسه حنابكي على المسكوب ولا ايه؟ بس انا مش موافقة مش موافقة مش موافقة حقول لي صحابي ايه؟ بابي جاب لي مرتقب؟ وبعدين اش معنى دي اللي اختارها؟ ولا عايزين تركبوها علي؟ يا ماما صحابك ايه بس يا ماما؟ يا ماما بطالي بقى افكار المراهقة دي يا ماما وبقى ايه حايدك احنا هنركبها على حدتك؟ يعني هتعمل فيك ايه؟ اللي بيتجوز كبير بيبقى كبير وبعين لو اتجوزت ابوية مش هقدر افتع عيني فيها؟ ولا اجتمها؟ يا ماما لسه على ما تتجوز ابوك ان شاء الله فيها شهرين ثلاثة في خلال الفترة دي اجتمي زي ما انت عايزة براحتك بقى وعارف يا بيت سعيد انا حبيتك ليه صراحة؟ انا اسمي مجيدة وانا حبيتني ليه؟ اه عشيتي فكرتيني بيت وكانت في المغرب واسباها ماري وقارت بجيب منها سمك وكان عنديها سمك في مطارخ وطلع مطارك ومسكنها للجازمة ويلا ايه ده؟ انت بتقول ايه انت؟ والله ما عارف والله ما عارف هو ريتجوز والعروسة للعريس والجاري وقعد يجري وبيجري بيجري بيجري وهو جر وهو جر ورح قلت ايه حبيتيني ولا ايه؟ وبعدين ما عشي اضرب الكارم ومشي هبدي ايدي عليكي ايه ده؟ انت تضربني انا؟ ازيه انت بتقولي انا مش فهمني انا اي حاجة عايز اقولك حاجة انت قليل ادب وراجل هبقى جيل اه 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 اشتمين اشتمين انا بحب ست اليالس انا بيبقى مبرد وحدادي وبعدين نقعد نبرد عشان السوكة واجبت الصناع ويلا ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده مش فهمني انا اي حاجة منه وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده ده كمبليمان ولا كمبولة عشان تفرقعني بيها انا عمون بقى انا لسا بفا مكر طب يعني انت موافقة ولا ايه؟ موافقة ولا تجتمع عن نفس وقولي موافقة ووبي طيب موافقة 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 موافقة؟ اه لكن انا مش موافقة ليه حبيبتي دي تانتك فجيدة ويعني يديه في مقام مانتك بالزبط يعني وممكن تعتبريها زي امك يعني وعتبريها زي ماما ايه؟ مفيش حد ابدا يملى الفراغ اللي سابته ماما يا ستي لو يعني دايقتك ابقى طلقها وعراي البثل شيل ده من ده من ده ويرتح ده من ده وان ده عن ده مفيش مرات عب كويسة ابدا انا بقولك اهو اذا كنت هتجوز الست دي لازم تضلها دلوقتي حالا 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 ايوه بش هتلها يعني مش هتجوزها الاول بعدين ابقى اتجوزها لو عملت كده انا حسد لكل بتوان شواره عند عمته ها روحي 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 هي عمتي لسه عايشة؟ اه لسه عايشة وعايزة تيجي تقعد معانا انا ليه بس قال ليه بس قال بس بس يعني بس وتعال تعالي العاب تعالي ده انت بنتي الوحيدة ولا وانا خلفت غيرك ولا خلفت تعالي حبيبتي اديها اي حاجة فلوس يعني تقوم ايه منزلها الجنين من بطناء وخلاص ويعني بس انت اهم حاجة ما تقوليش لامك بقى الله رحمها ان انا اتجوزت ماما ماتت يا بابا اه عشان كده ما جابلتش بقى كوبات الشاي اللي انا طلبتها منها من خبراير 1667 وكان الحرب وطيرات وقعنا 12 وطيرات وطيرات بلاستيك ويلا بقى انت عايزة تتجوزي بابي انت تتجوزي واحد على قدك العرباج اللي تحت عايز عروسة مش ترمش باكك على كبير العيلة ده لا يمكن يحصل ابدا بقى سلسكتي بقى سلسكتي بقى سلسكتي بقى سلسكة احنا نروح دلوقتي العرف بغرق السوق احنا نروح ندرب اتنين كشر وبعدين نطلع المحامل ندرب اتنين عرفي انا مليش في العرفي طب ليك في الكشري؟ وبعدين يا جدي جوازتك مع اسلاجة وعشان الواحد يلاقي واحدة ترضى بيك الحكاية دي هتاخد وقت يعني ياخد وقت ولا بياخدش وانا هيعود وكل شوية طلع القطة الغرقانة فيها وبعدين يعني على رأي البسل وياخد وقت ولا بياخدش وقت طب والمعاكسات الدائمة والشجار الدائم اللي بيروح ضحيته عادل مادام عادل هو اللي بيلبس خلاص ييلبس هو بقى يعني وانا هيعود عاكس حتى لو جوزت هيعود عاكس عشان انه يا السلام يعني ايه؟ يعني جواز حضرتك هوبلس كيس؟ اليوبلس فين؟ وانتي وراكي من الساعة خمسة للساعة ستة والربع يا جيتو جيتو خمسمية مرة اقولك ان انا مش فاضي انا مرات عادل مرات عادل ايوه يعني انت فاضية او لا مش فاضية؟ لا مش فاضية بس يعني ما عنديش مشكلة ان انا اجيكم معاك الكشري على اساس يعني ان انا نفسي في الكشري اوكي؟ اوكي يالله بينا بس بقولك ايه؟ انت اللي هتدفعي الحساب عشان ما حبش واحدة ستة برشة عليا عشان مرة واحنا في المغرب وجدت عبر ايه؟ يالله ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة